السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في خلقة جديدة من برنامجكم كورة على أصولها مع أحمد أمين حلقة السلساء 31-8-2021 والبداية زي ما تعودنا بقولة فقراتنا اضحك مع الحكشة وضحكتنا النهاردة بعنوان ضمتم اضحوك من المحيا إلى الممات وزير ومحافظ بيفتحوا موقف عربي يعني بجد شر البالياتي ما يضحك الوقوق بتواصل الانفراضات وبتواصل تحتيم جميع الأرقام القياسية العالمية والدولية والأسطورية جينيس ريكورد جديد للوقوق في دولة الوقوق فقط يحدث ما لا يحدث في العالم بأسره اتسم فأنت في الوقوق في الوقوق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في الوقوق إذا لم تستحي فقل ما شئت فجئنا كلنا مبارح في الوقوق وفي العاصمة الوقوق الوقوق اللي عمرها أكتر من 7000 سنة وعاصمتها القاهرة قهرة المعز العظيمة الحضارة والمجد والعراقة والقدم والتاريخ موقف عربيات فوق سطح الأرض موقف في الشمس في الهوى كده موقف عربيات عاملوا نادي من نوادي أحد نوادي العاصمة رايح يفتتح الموقف ده مين بقى وزير الشباب والرياضة ماذا صلتها بموقف عربيات في الشارع لا تفهم بالأجرة لا تفهم ماذا قصته يعني هذا الشباب والرياضة الذي لديه فضائح لا أول لها ولا آخر لا حصر لها أخرها دولة الألعاب الأولمبية والنتاج المغزية المزرية للفضائح الجرس وقبلها الكان وقبلها المنديال وشوف الملاكز الشباب بس بقر الفساد الملاكز الشباب بالمصائف السوداء غير الأندية غير الملاوث قد يكون لها في كل حاجة ما عندوش أي مشاكل ورايح يفتح موقف في الطلب في الشمس والهوى ويقل الأخ الثاني المحافظ السيد الوزير المحافظ محافظ مين مش ايه محافظ محافظ القاهرة القاهرة العاصمة خلاص ما عندوش لمشاكل لنظافة ولا تكدس ولا عشوائيات ولا ترخيص ولا مخالفات كل حاجة عندو تمام سيب كل الكلام ده ورايح يفتح موقف خلي بالك كمان بقى كمان ده مش رايح كده ويدي مثلا أو مع نفسه أو بالليل كده مثلا فورما يعني كاجوان لا ده رايح بموكب وطبعا مصاريف رهيبة ده بموكب وده بموكب رايح جايه مصاريفه بروتوكولاته وناسه شروف الليات المضحكوا والله العظيم دونتم مضحوك أيها عم ما الذي سيحدث ما الذي انا شاهده ما هذا العكا ما هذا العكا عكا يعوك فهي عكا سمك لبن تمرهم حاجة تجمل، أنا أريد أن أفهم، إذا كان هذا النادي عامل موقف، وعندما يعملوا أستاذ، عندما يعملوا أستاذ، ويخلص هذا الأستاذ، مين سيأتي في الافتتاح؟ الألماني توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وإنفانتينو السويسي رئيس الفيفا، وممكن أن نعزم الرؤساء الدول، أمريكا، ألمانيا، واليابان، والناس ممكن أن نعمل إحتفال عالمي يحضروا جميع الرؤساء والملوك، ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ استخفى قومه فقطعوه، بجد والله، والله أنا أرى الكلام أقوله، ماذا يعمل؟ يعني بجد، دنتو، 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 إحنا بقنا يعني مش أضحكة تفضيحة جورسة، إحنا بقنا عرّت العالم كله، العالم كله بيدحك علينا، وبالتاريق علينا، هل حول أغلاقات لنا بالله العظيم؟ وفي النهاية كله سمك لبا طمر هندي يسلم لنا بقى على التورماي، وأمل ماتت ودفنت وشبهة موت من 1952، وضمتم إضحوكة من المحيا والممات، وزير ومحافظ بيفتحوا موقف عربيات، خلصت فقرتنا الأولى، والفقرة الثانية إلى أهم الأخبار، أخبار نهاردة كلها تقريباً انتقالات، نهاردة الثلاثاء 31-8-2021، آخر يوم للإنتقالات الصيفية، المركاتو الصيفي، الترانسفير، السيزون الترانسفير في أوروبا، والحد الساعة 12، والحد اللحظة اللي احنا فيها دي، تقريباً صفقات كتير، هنجيب أهمها، هنقولها لحضراتكم، الخبر الأول مقابل 25 مليون يورو تتنهم هوتس بيرزا إنجليزي، يتعاقد مع البرازيلي إميرسون رويال، ظهير أيمن برشلونة الأسباني بلاو جرانا، وطبعاً، كان هساساً هو كان لها برشلونة وأعير سنتين لليال بيتيس، وبرشلونة استردوا بدافع فيه 9 مليون يورو لليال بيتيس، كان ده شروط التعاقد يعني لما جي من البرازيل، وكان متقلق مع برشلونة، وبرشلونة مالوش في المكان غير الأمريكي، سيرجينيو ديست، لأننا رأيته لاعب فاشل ولا يصلح للعب في أي نادي ضعيف، إنما برشلونة عايز يقلل النفقات، وعايز فلوس حالته تصعب على الحزين، الخبر النقل الثاني بيقول مقابل 24 مليون جنيه استرليني، ليدز يوميتد الإنجليزي، يتعاقد مع الإنجليزي دانيال جيمس، 23 سنة، من ماجيستر رونيت الإنجليزي لمدة خمسة مواسم، خوالنا اللي بعد كده بيقول مقابل 16 مليون يورو لايبسيتش الألماني، يتعاقد مع الأسباني إيلايش موريبة، 18 سنة من برشلونة الأسباني، اللي هو الشاب الصغير اللي غصوله من غينيا، وكان متقلق مع البرصة، وكان يعني يماطر البرصة فيه تجديد تعاقده اللي ينتهي الموسم القادم، فالبرصة لحق تخلص منه وباعه، مقابل 35 مليون يورو ريال مدريد الأسباني، يتعاقد مع الفرنسي إدواردو كاما فينجا، 18 سنة من رين، الفرنسي حتى نهاية يونيو 2027، لقاب صغير في السن، يقولوا عليه هو الوعب متوسط ميدان، يقولوا أنه لقاب هيبقى قوي جدا، طبعا النهاردة تأكد، خباراً بعد كده، انتهى موضوع انتقار رسمياً لأدون كريستيانو البرتغالي كريستيانو رونالدو، 36 سنة من يوبنتوس الإيطالي إلى مانشستر نايتد الإنجليزي بمجاب عقد لمدة سنتين، وإمكانية تنديد العقد لموسم الثالث، والكلام فيه نظير مبلغ يختار من 20 مليون يورو، ليفرغو الإنجليزي بيمدد عقد قائده الإنجليزي الدولي جوردان هاندرسون حتى 2025، كابتن وقائد الفريق ومتوسط ميدانه يوبنتوس الإيطالي، يستعيد خدمات المهاجم الإيطالي الدولي بمويسكين 21 سنة على سبيل الإعارة لمدة موسمين من إيفرتون توفيس الإنجليزي مع الزامية الشراء، هذا اللعب مهاجم جداً وقناص ولكن غريب، يتقلق في يوبنتوس وفجأة بدون مقدمات لإينابي روح إيفرتون، وبدون مقدمات بروح بإيستي جي، وبعد ذلك يرجع يوبنتوس ثاني، عام الكعب هوريس صغير جداً 21 سنة. البريداني عندي موريج يودع منافسات بطولة أمريكا المرتوحة فلاشينج ميدونس للتنس من انطورها الأول، من الباب الكبير بهزيمته من المصنف الثالث اليوناني استيفانوس تيتسي باس، بمجموعتين لثلاثة مباراقة قوية جداً ومرثونية، وقدم عرض قوي جداً أندي موريج وخرج من الباب الكبير، إنبارح قلنا ملخص الدوري الأسباني الإنجليزي والأسباني، والنهاردة هنستكمل ملخص الدوريات الثلاثة الكبرى، الحمدية خمس دوريات كبرى في أوروبا، إنبارح قلنا الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني، النهاردة الدوري الإيطالي، هتبدأ بالإيطالي، مر جولتين، في المقدمة لاتسيو ست نقاط، علامة كاملة، إنتر ميلان ست نقاط، روما ست نقاط، إيسي ميلان ست نقاط، نابولي ست نقاط، نوح للدوري الألماني، البندزليجة، ثلاث جولات، فولفوس بورغ، تسعة نقاط علامة كاملة، باير ليبركوزن سبعة، باير مينشن سبعة، فرايبورغ سبعة، وبروسيا تورتموند ستة، نختتم به الدوري الفرنسي، بيست جي، طبعاً أربع جولات، أكثر دوري تلعب في مجوالات أو مباريات، بيست جي بالعالمة الكاملة، اتناشر نقطة من أربع مباريات، أنجي عشر نقاط، كليمون، كليمون سمانية نقاط، ونيس سبعة نقاط، وأوليمبيك مارسي سبع نقاط، وكذا تنهي حلقتنا، أتمنى أنها تكون عجبتكم، أعجبت حضراتكم، والتي تعجبوا الحلقة، رجاء وفضلاً وليس أمراً، تكرم، لايك وشير، اشترك في القناة، وفعل جرس التنبيهات، وفي النهاية، السلام ختاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.